اشتركوا في القناة بعد ما تابعنا شوط ياسمين لأيضا سعاد الصديق الدرويشي نتابع إثارتي ومنافسة هذا الشوط الذي يحمل التحدي الشهم الشهم على المركز الأول لحسن أحمد الصديق يقدم لنا حضور أو مبشر هذا مبشر بدأ يبشر بخير سعاد الصديق الدرويشي يقدم لنا مبشر على المركز الأول كما قدم لنا يا ياسمين المركز الثاني ثاني المراكز هناك الوصول من قبل وحضور مسكت لمهند حسن الصديق على المركز الثاني وصل وتحرك القزال عيسى طاها على المركز الثالث شوف اللي حضر شوف اللي وصل وصل أيضاً اللي هو الواضح الوضيحي لخالد عمر أيضاً خالد عمر السوداني ولكن عودتنا ما عم بشور مبشر مبشر بدون أي وامر مبشر انفرد مبشر يأكد بأنه نجمي هذا الشوط ها هو مبشر مبشر مسيطر بشروني عنك ما يدرون عني ما دروا باللي شغال فكري وظني ها هو مبشر يبشر بالناموس ولكن يا راعي مبشر يا راعي مبشر وصل وصل أيضاً هنا اللي هو طائش وصل طائش أو هنا طماش بالفعل اللي وصل لسيد الريح علي ولكن خلاص 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 تهانينة والناموس المرة الثانية لسعد الصديق الدرويشي على فوز مبشر بهذا الشوط والنغطة الثاني المركز الثاني لسيد الريح علي المركز الثالث وصل في الريح الريح علي والمركز الثالث وصلا في مشاهدة الكرام لسيد خالد عمر التوقيت دقيقتين سبعة عشر ثانية